في البداية نتكلم عن اجتماع رئيس الوزراء بالأمس واجتماعات متتالية الحقيقة بصنها السيارات هو باختصار شديد مصر بقالها يمكن أكتر من 4 سنين من 2018 يعني 6 سنين دلوقتي بنتكلم في مسألة السيارات الكهربائية ليس سيارات الكهربائية؟ لأن احنا حاولنا كتير جدا أن نصنع سيارات بتعمل بالوقود ولكن الموضوع شوية معقد المطور لوحده بتاع العربية اللي بتعمل بالوقود بيتكون من 3000 قطع لكن العربية الكهرباء باختصار شديد هي 3 قطع أساسية بطارية ومحرك وحاجة اسمها انفيرتر فالمسألة أبسط والفرصة كبيرة جدا لمصر أنها تكون مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات الكهربائية للمنطقة والسيارات الكهربائية بتنمو في العالم كله دلوقتي فمثلا أفريقيا هي سوق خصب جدا للسيارات الكهربائية الوطن العربي سوق خصب جدا للسيارات الكهربائية فمصر كانت من أول الدول في الستينات عملت مصنع النصر وكان عندنا صناعة ولكن الصناعة دي اندثرت مع الوقت وبالتالي الفرصة جات لنا تاني لما السيارات الكهربائية بقيت هي التوجه العالمي فمصر بقى عندها فرصة كبيرة جدا فمعين رئيس الوزراء بقى له فترة بيقابل كل الشركات العالمية وبيتقابلوا مع الشركات اللي في مصر دلوقتي اللي عندها وكالات وبيتقابلوا مع الشركات اللي عندها مصانع ويدرسوا إزاي ممكن نوطن صناعة السيارات اللي هم وغدين وكالاتها دي فمصر لسيارات كهربائية بيقدموا لهم كل الدعم وكل الحوافظ الممكنة والحقيقة ان احنا كان عندنا كمان في الغرفة قريبة يعني سيارة لواء نور درويش اللي هو رئيس الشعب عندنا اتكلم مع الغرفة التجارية الصينية علشان نبدأ نتكلم في نقل خطوط انتاج كاملة من الصين لمصر وده الحقيقة اللي بيحصل دلوقتي في العالم كله احنا شوفنا التجربة المغربية زي المغرب عملت طفرة كبيرة جدا في وقت قلال جدا بصناعة السيارات شوفنا كمان تحركات من الدولة زي ربط وزارة النقل بوزارة الصناعة اعتقد دي رسالة واضحة جدا ان احنا عايزين نبقى عندنا ريادة في مسألة صناعة المواصلات بشكل عام صناعة السيارات بشكل عام ليه كهربائية احنا شايفين دلوقتي كل وسائل النقل الدولة عملت لنا البي ار تي عاملين المونوريل عاملين الوتوبيس الكهربائي عايزين التاكسي الكهربائي في العاصمة ومشاريع اخرى كتير جدا الدولة بتسعى عليها بشكل كبير جدا عشان تنشر الثقافة بتاعت السيارات الكهربائية عشان قريبا جدا ان شاء الله يكون عندنا صناعة محترمة في المجال ده بشوهندس احمد اللي بيتفرج علينا هيقول لك هي تواجدها قد ايه في السوق المصري بالنسبة للأفراد والتكلفة كمان للاقتناء طيب خلينا اقول حك هي تواجدها في تزايد مستمر ودايما السيارات الكهربائية بتنمو بشكل انفجاري في العالم كله يعني التجربة في العالم كله حاجة اسمها exponential growth أو الشكل الانفجاري فالعربات الكهربائية مثلا من ثلاث سنين كان عددها ما يطلعش واحد في الماء من اللي موجود النهاردة وهكذا كل الشهر ده المرور مطلع ان عدد السيارات الكهربائية تخطى الشهور اللي فاتت بنسبة ماء في الماء فبالتالي هي بتنتشر بشكل كبير جدا تكلفة امتلاكها ارخص من البنزين على مر خمس سنين تكلفة المبدئية عشان تشتريها بنفس اسعار البنزين تقريبا بنفس اسعار السيارة اللي بتعمل بالوقت بالزبط تقريبا نفس الاسعار دلوقتي نتكلم من اول 800 الف جنين نعرف نجيب عربية كهرباء اللي هو دي بقت الاسعار للأسف الطبيعية لحد بقى زي ما يكون ولكن في حاجة اسمها تكلفة تشغيل أنا هنا لعندي بنزين ولعندي سيانات دورية ولعندي مصاريف فلما بنحسب على خمس سنين بنلاقي ستين في المية وفر للعربية الكهرباء معلش ما فيش سيانات دورية لمدة خمس سنين خلص ما فيش سيانة خالص يعني اكتر من الكويتش من غير الكويتشات اللي هي الحاجات الاستهلاكية البسيطة لكن مثلا ما فيش تلك الفرامل بيتغير جير بعد مثلا تسعين الف كيلو ولا مئة الف كيلو لان فيها حاجة اسمها فرامل قادة توليد الطاقة فبالتالي العربية بتفرم من غير استخدام الفرامل ما عندناش زيوت ما عندناش بوجهات ما عندناش فلاتر طب البطارية والشواحن يعني دايما نسمع طب ايه الشحن المناسب طب قوة البطارية وهتستمر قد ايه طيب اللايف سبان او العمر الافتراضي للبطاريات بالتكنولوجي اللي موجودة حاليا اللي هي بقت صارخة جدا بقت بتوصل لخمستاشر سنة وبتتكلم فوق المليون كيلو علشان تبدأ البطاريات بوص لكن في حاجة اسمها ديجراديشن او ان البطاريات اللي تدريجيا وده بيحصلش قبل 250 ل300 الف كيلو اللي هو لو قسته في العربية اللي بتعمل بالوقود هتلاقي انها في الوقت ده بيكون مطورها باز اصلا مطورها اغلى حاجة فيها زي ما البطارية هي اغلى حاجة في السيارة العربية والبطارية لما بدأت في سنة 2011 كان تكلفة تصنيع كيلو وات اور الواحد في التصنيع كان تكلفته 1100 دولار النهاردة احنا بنتكلفة 90 دولار